ستبدأ نيفا وعافف أعمالهم الشريرة كما قلت عدة مرات في القسم السابق نيفا ليست الشخص الذي تعتقد أنها عليه من المرجح أن تفعل نيفا شر أكبر لإنهاء حراء لأن هدف نيفا الوحيد هو الاستلاء على أرهن وثرواتها وفي هذا الطريق لن تتراجع نيفا عن إذاء حتى حراء وأرهن لهذا السبب يجب على حراء وأرهن توخي الحذر الشديد وإلا سيتم إطلاق النار على حراء أو أرهن وإصابتهما ولكن في النهاية سيتم الكشف عن وجه نيفا الحقيقي ستدفع نيفا في النهاية ثمن كل الشرور التي ارتكبتها بالإضافة إلى ذلك في الحلقات القادمة سيتم القبض على نيفا عندما يتم الكشف عن كل الحقائق لكن هذه المرة ستبدأ مشكلة عافيفة وبريهان قرب نهاية الموسم تهرب بريهان من المستشفى وتقتل حراء كما ستقول حراء ودعا للمسلسل بموتها في نهاية الموسم لكن إذا لم تمت حراء فهذه المرة ستستمر عافيفة في أفعالها الشريرة لأن عافيفة لن تكون إنسانا جيد حتى نهاية الموسم الرابع ولهذا السبب ستقوم عافيفة بتعذيب حراء وشرح بلا دعا لن يتم فصل حراء وأرهن أبدا سيقوم أرهن دائما بعمل مفاجأة كبيرة لحراء لإسعادها ستكون حراء سعيدة جدا من مفاجآة أرهن ستبقى حراء وأرهن سعاداء إلى الأبد في الواقع ستكون هناك مفاجأة كبيرة أخرى في المسلسل لأن حراء وأرهن سوف يتزوجان ويكونان معا ونتيجة لهذا الاتحاد ستحمل حراء لذلك سوف يولد الطفل أموت كنان سيواجه الموت لأن عافيفة ستكتشف أن كنان هو شقيق حراء وستعقد عافيفة صفق مع القتل وتقتل كنان كنان سوف يذهب إلى من أطلق عليه النهر نورشا ستسافر إلى الخارج بعد وفاة كنان سينضم زوجان جديدان إلى المسلسل في الموسم الجديد وستقترب نهاية الموسم من المسلسل مع بداية شهر يونيو لنفترض أن نهاية الموسم ستكون على الأرجح حلقة حزينة وسينفجر كل الجمهور بالبكاء أمام الشاشة فهل تعتقدون أن حراء ستكون قادرة على الحملة بالطفل أموت؟ سأكون في انتظار تعليقتكم أدنى